كان السؤال التاني بقى واخونا ماجد الله يكرمه في الفصل فكرني به الاية الكريمة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا يعني ايه الكلام ده لو جينا مثلا في الصلوات العادية او في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف في العشرة الاواخر في المسجد وكانوا الصحابة في المسجد وبيذكروا ربنا اللي بيقرأ قرآن واللي بيصلي فقام النبي رفع طرف الخيمة كده اللي هو معتكف فيها الوحده وقال الا ان كلكم مناجن ربه كلنا بناجي ربنا بنكلمه يعني فلا يؤذين بعضكم بعضا ما نشوشش على بعض ما نؤذيش بعض المناجاة الصوت خافت كده تمام ذكر ورحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء ايه خفية قيل نداء خفية صوته منخفض وقيل نداء خفية يعني في جونح الظلام يعني بالليل يعني في وقت الصحر اذا في صلاتك وانت بتقرأ بلسانك اللي جنبك ما يسمعش عشان ما تشوشش عليه طيب في دعائك وانت بتدع ربنا ما تعليش صوتك في الدعاء لانه دا ليس من اداب الدعاء حتى الصحابة لما كانوا بيرفعوا اصواتهم انه بيقال لهم انكم لا تدعون اصم ولا غائبة انكم تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى مجيبا فما تعليش صوتك حتى في الدعاء مسألة انك تلاقي بعض الناس كده الطيبين يعني انا بلتمث لهم العذر ان هما ما يعرفوش يا الله يا الله في قلب المسجد مثلا كده الجلالة خدتهم في شهر رمضان في الوقت اللي بقوا بيعلوا صوتهم هذا طبعا مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة واسك السلام اذا ولا تجهر بصلاتك سواء الصلاة اللي هي الصلاة او الدعاء او ان انا بقرأ قرآن في المسجد وجنبي حد قال لي لا ما تعليش صوتك النبي قال فلا يؤذينا بعضكم بعضا كلنا بنناجي ربنا كلنا بنكلم ربنا ولا تخافت بها يعني ولا تخافت بيجي واحد بقى يقولك انا بقرأ بقلبي نقوله لا لازم الشفاف تتحرك واللسان يتحرك لان ربنا بيقول انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتا حد بيقول السلام عليكم بركز اكثر وانا مغمض عينية في الصلاة فهل تكون الصلاة صحيحة طبعا صلتك صحيحة ولا بأس خالص يعني من ناحية الصحة صلتك صحيحة الافضل انه احنا ما نغمضش عينينا ويبقى النظر يا اما موضع السجود يا اما في اتجاه الكعبة يعني رأي الجمهور وانت واقف تصلي يبقى النظر موضع السجود تمام رأي المالكية يقولك لا النظر بص للكعب يعني لو انت في الحرم ودام الكعبة بتصلي بص للكعب ده رأي المالكية ليه يقول لك الصلاة ربنا قال فولي وجهك شطرة المسجد الحرام تجاه المسجد الحرام الاصل ان احنا نظر موضع السجود ده الاصل اولا الاصل النظر للكعبة سواء اخذت بالرأي ده او بالرأي ده طب هنفترض هنفترض ان في واحد النظر للسجود او حتى للكعبة بيشوشه هنفترض يعني مثلا يعني واحد مثلا عينه عين سمكة كده عينه بتتحرك كتير فبيحصل له تشتت طيب هو المقصد ايه المقصد ان الواحد يخشع في الصلاة طيب جينا قلنا له يا سيدي ربنا قال الذين هم في صلاتهم خشعون قال انسوا انسوا الخشوع ده وانا مفتح ما عرفش ابدا ابدا انا ما عرفش اركز اللي وانا مغمض خلاص المهم تركز او مهم الخشوع لانه احنا يا جماعة متفوتين عارفين زي ايه الاصل في الصلاة ان احنا بنبقى قيام مش كده بعد كده نركع طب القيام ده واحد ما يقدرش ما يقدرش يصلي قائم لو صلى قائم مش حيركز ده انه تعبان وعنده قلم في العمود الفقري فالقلم حيتعبه خلاص يا سيدي صلي وانت قاعد شفت ازاي يبقى يبقى المقصد احنا دايما بنسعى الى المقصد زي ما بنيجي كده في التراويح في رمضان بقول لأهلينا بص الهدف انك تركز مع القرآن مش الهدف انك تبقى واقف على رجلك ورجلك بقى تعبان من الوقفة وعمال يا رب الامام يركع يا رب الامام يخلص قراءة بقول انت مش مركز معه طب ايه اللي احنا استفدنا لا بتصلي التراويح هتركز اكتر وانت قاعد على الكرسي كده وعمال تستمتع بالقرآن ومش بتستتقل القراءة لا سمح الله خلاص تسيد صلي وانت قاعد احسن وافضل في الوقت ده يبقى المقصد الاسمى ايه ان واحد يخشع في الصلاة عينيه بتوجعه عنده مشكلة بيحصلوا تشتت لما بيفتح عينيه عنده ربنا يعافينا مثلا واحد عنده هلاوس بصرية مثلا بقول لك خصانة مفتع عينيه بحيس ان فيه ناس راحة جاية وخيالات كده ما بعرفش اركز اللي اللي هو غمضتها خلاص اذا كنت مش هتصل للخشوع الا بهذا الامر وسواء بقى تصل او لا تصل يعني هو الشيء ده مثلا واحد غمض عينيه لا يؤثر على صحة الصلاة حد بيقول لي ممكن القراءة من المصحف في صلاة الفروض لاني مش حفظه صور كثيرة وبحس بالخشوع اكتر عندما اقرأ من المصحف لا خلي المصحف القراءة من المصحف في النوافل وفي صلاة الفرض فقرأوا ما تيسر حفظه قوله والله احد يا ستي اه تعدل ثلث القرآن خير وبرك حفظه اذا جاء نصر والفتح اه عظيمة جدا حفظه قولي يا الكافرون اه عظيمة جدا حفظه ان اعتنغل كوثر خير وبركة كل دي صور جميلة في الفرض يا حضرات اقرأوا من الذاكرة من محفوظك وفي النوافل اقرأ من المصحف عادي لا بأس انا كل ما شغل ازاعة القرآن الاقي آية بتقول كل نفس ذائقة الموت لا اطمن مش معنى انك حتموت اه يعني اطمن ده معنى ايه بقى ربما تكون رسالة ليك خدوا بالك يا جماع بالبلد كده في واحدة بتطبخ طبخة ما بيدقهاش في شيف بيطبخ طبخة ما بيدقهاش اللي بيطبخ طبخة بيدقها كل نفس ذائقة الموت اعمل حسابك ان انت هتدوق عملك اللي عملته في الدنيا والله عملت خير ان شاء الله هتزفق الى الجنة واحد غيرك غير السامعين عمل شر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ربنا بيقولي ويحذركم الله نفسه خافوا ربنا اعمل حساب لليوم اللي هتلقى فيه الله عز وجل حد بيقول السلام عليكم يا شيخ هو الفتحة حرم للميت معقولة معقولة حد يقولي الكلام ده الفاتحة حرم ده اعظم صورة في القرآن ده الخير كله صورة الفاتحة يعني لما نيجي نقرأ قرآن نقرأ الفاتحة بنية ان ربنا يرحم الميت خير وبركة بنية ان ربنا يشفي المريض خير وبركة بنية ان ربنا ينجح العيال خير وبركة بنية ان ربنا ينزل السكينة على البيوت ده اعظم صورة في القرآن صورة الفاتحة بالمناسبة ده صورة الفاتحة اللي ها اكتر من اسم تخيل منها الشافية فاتحة الكتاب شفاء من كل داء منها الصلاة تسمى الصلاة الفاتحة اللي ها اسم تاني اسم الصلاة ربنا بقول في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة اللي هي الفاتحة يعني اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي اذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي اذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي اذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اطلب يا عبدي فييجي العبد يقول له اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل طلبتك مجابة يا عبدي فالفتحة عظيمة فانا من يجي نقول اصد في بعض الناس سأل لك لا يجوز قراءة القرآن ويصل للميت لا يجوز طبعا وجمهور الفقهاء على انه ممكن نقرأ قرآن ونهي بثواب التلاوة لأموتنا ونقرأ القرآن بنية ان ربنا يرحم أموتنا نسأل الله عز وجل ان ينزل رحمته على اهل القبور اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور انزل رحمتك على اهل القبور اللهم امين